واحد من اكتر انظمة الاندرويد اللي دايما بنصح بيها وهو البرام او اس لانه نظام خفيف جدا وكمان مستقر وعشان كده النهاردة ان شاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله طريقة تشغيل مباشرة من الفلاشة وكمان بتصدار اندرويد 11 فيلا بينا نبتدي على طول ونشوف طريقة تشغيل نظام اندرويد 11 من الفلاشة مباشرة وبدون اي تثبيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من خوارات اولاين وفي حلقة النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نثبت او بمعنى ادق بقى ان احنا نشغل نظام باندرويد 11 من الفلاشة مباشرة بدون تثبيت ودهي بتبقى خطوة ممتازة جدا جدا للناس اللي بتحب ان هي تتنقل بالبرامج بتاعتها لان انت هتحتفظ بكل البيانات بتاعتك على الفلاشة اي اه تغيير او اي اعداد بتعملها على الفلاشة هتفضل محتفظ بها هتقدر تشغلها من اي مكان وخلينا نبتدي على طول عشان ما طولش عليكم اتمنى بس في حالة لو استفادت من موضوع حلقتنا النهاردة ما تبخلش عالينا بقى بدعمها كالجميل لايك للفيديو وطبعا اتمنى ما سا اشترك معنا اشتراك في القناة وخلينا نبتدي على طول ان شاء الله اسفل الفيديو اصليكم كل الرغابط اللي احنا نحتاجها سواء بقى برنامج الروفس اللي احنا نستخدمه لحرق الفلاشة او نسخة الاندرويد بتاعتنا وقل رفعتها لكم على موقع ميديا فير عشان التحميل يبقى اسهل بكتير خلينا بقى نروح على خطوة رقم اتنين وهي حرق الفلاشة بتاعتنا طبعا انت لازم يكون عندك دلوقتي فلاشة ويفضل ان هي ما تقلش مساحتها عن ستاشر جيجا علشان طبعا هنلسة نفك فيها ملفات كتير فلازم تكون مساحتها كبيرة شوية علشان تقدر ان انت تستخدمها بحرية بدون اي مشاكل طبعا تمانية جيجا هتنفع برضو ولكن يفضل ان هي تكون اكتر من تمانية جيجا ولكن لو ما عندكش غير آآ تمانية هتنفع برضو ما تقلقش وتشتغل معاك فخلينا نروح على طول عشان ما تقولش عليكم برضو هو احنا كل اللي هنعملوه دلوقتي ان احنا بنفتح برنامج ريفوس نقول لون كده ييس بروح نختار نسخة الايزو بتاعتنا وروح على المكان اللي نحصل فيه النسخة باختارها بالشكل ده من هنا في نقطة مهمة جدا جدا بيقولك دلوقتي انت عايز النظام على ام بي ار ولا على جي بي تي او انا انصحك ان انت تخليها على ام بي ار لان الام بي ار هنا بيختار النسختين اللي هي البايوس اللي هي الدوسخة اللي هي الليجاس العادية او يو اف اي يعني لو نظامك شغال على الليجاسي هتلاقي يشتغل معك لو نظامك شغال على هيشتغل معك برضو فخليك على الحاجة التانية هنا وهي ان احنا لازم نختار من دي بدل خليها عشان لو انت حبيت تكبر حجم الداتا بتاعتك عندك حجم الداتا هنا هنشوف ما زي هنشوف ما عوضنا دلوقتي من اول اربعة جيجا لحد اتنين وثلاثين فلو خليتها على فمش ينفع ان تفك معاك ملف اكبر من اربعة جيجا فخليها على بالشكل ده وقوله هنا كده دلوقتي ستارت هيبتدي يقوله دلوقتي اننا هنحتاج ان احنا ننزل ملفين من الانترنت فبقوله هنا كده ييس هبتدي ان هو يحمل هوملي طبعا لازم يكون الانترنت المتصل في الخطوة اللي فاتد ديت عشان بيحمل ملفين بصاق جدا جدا كل يعني حجمهم ما يتخطاش العشرة كيلو بايت فبقوله الفلاشة بتاعتك هتتحزف بكل اللي عليها او هتتفرمض فبقوله ان طبعا انا اوكي هبتدي دلوقتي ان هو يعمل لي فرمات للفلاشة والعملية مش تاخد وقت لان حجم الملف بتاعنا هو لا يتخطى الاتنين جيجا فمش هياخد وقت معنا فنتظر لحد ما يخلص بعد ما انتهينا من حرق الفلاشة بتاعتنا فبنروح نقفل بقى برنامج الريفوس مش محتاجينه دلوقتي بنروح على خطوة مهمة جدا بنروح على الفلاشة بتاعتنا المكان الفلاشة نفسها بنروح نفتح الفلاشة اللي احنا حرقنا عليها الملفات بنخش عليها بالشكل ده هنلاقي عندنا هنا في اكتر من حاجة مكتوب عليها كلمة داتا وجنبيها ارقام اللي هي المساحة الداتا ديت هي حجم النظام بتاعك يعني انا عايز حجم الزكرة الداخلية بتاعت النظام بتاعي تكون كام جيجا فانا بالوقتي بقدر اختار على حسب الفلاشة بتاعتي الفلاشة بتاعتي هنا دلوقتي هي عبارة عن فلاشة تمانية وعشرين او مثلا هي اتنين وتلاتين جيجا فانا ممكن اختار مسلا ستاشر جيجا واخلي ده حجم النظام بتاعي طبعا انت على حجم الفلاشة بتاعتك او على حسب حجم الفلاشة بتاعتك هتقدر ان انت تستخدم الزكرة الداخلية. فخلينا مسلا ان احنا نختار حاجة زي تمانية جيجا حاجة في الوسط مسلا. عندك من اول اربعة جيجا لحد اتنين وتلاتين جيجا. فانا اختار دلوقتي تمانية جيجا. كليك ايمن عليها كده. واستخدم دلوقتي حاجة زي برنامج طبعا لو عندي ونر فبقول له واستخرجه داخل المكان. يعني لازم يكون لما استخرج الملف يكون زي دول كده موجودين هنا على طول. فهنا دلوقتي يقول له اكستراكت مسلا اكستراكت اول. بالبرنامج الخاص بالويندوز. اقول له اكستراكت اول. ابتدل دلوقتي يقول لي ان انا هختار المكان اللي انت عايز فيه الملف يكون فين. اختاره زي ما هو كده برضو في الاتش زي ما هو. وقوله هنا كده اكستراكت. واستنى لحد ما ينتهي من استخراج الملف. طبعا لو طالعي بملفي زي كده لازم اخرجه من داخل الملف. وهنشوف ما بعض دلوقتي هنخرجه ازاي. زي ما شايفين معايا كده انتهينا من فك الضغط عن ملف الداتة بتاعنا. ولكن برنامج الويندوز اللي هو الخاص بفك الضغط بتاع الويندوز عملهولي داخل مجلد او داخل فولدر بالشكل ده. وده ما ينفعش لازم يكون موجود داخل المصار الرئيسي زي الملفات دي. فبسطة جدا جدا. بسحب الملف بها نقله في داخل المكان بتاعه هنا كده في المصار الرئيسي. فهنقلت نقل معايا بسطة جدا جدا. وممكن احزف ده عادي كده. ومش عايزين خلاص المجلد ده. وخليه في المصار الرئيس زي ما شايفين معايا كده ما نفعش ان هو يكون داخل مجلد. طيب لو استخدمت الويندر مش هيحصل معايا الكلام ده خالص وما تشغلش بالك بالكلام ده لو استخدمت الويندر كله عليك بتقول بيفك الضغط على طول داخل المصار الرئيسي. طيب في حاجة ما انا عحابة نوع عنها وان ملف الدياتة بتاعي دلوقتي ده لما تفك بقى تمانية جيجا. ولكن قبل فك الضغط عنه هو زي ما شايفين مضغوط بالشكل ده. مش بالشكل مش بالحجم الحقيقي بتاعه. يعني الاتنين وتلاتين جيجا دولار. هتلاقيهم من هما حجمهم بسيط جدا هنا. مش بالحجم الفعل بتاعه. حبيت انوه على النوطة دي. عشان ما تقوليش الفراشة بتاعتي ممكن تكون صغيرة. وهي مش هتسيع الملفات دي كلها. ولكن زي ما تشايفين كده ده حجم الملفات. وده حجمها بعد فك الضغط عنها. خلينا بقى ننتقل للخطوة الاخيرة. وهي طريقة تشغيل الفلاشة بتاعتنا او تشغيل اندرويد بتاعنا. ببسطة جدا جدا كل عليك دلوقتي ان انت بتخش على حاجة اسمها بتقفل الجهاز بتاعك. وتروح على قايمة البوت مينيو. في البوت مينيو بقى انت بتختار الفلاشة. ولكن البوت مينيو دي بتكون مختلفة من جهاز لجهاز. يعني ممكن الجهاز بتاعك يكون بتخش له على البوت مينيو من اف اتنين. او ممكن يكون الجهاز تاني من اف اتناشر او من اف آآ تسعة. فبتختلف من جهاز لجهاز. ان شاء الله سيبلكم مع الشاشة كده صورة باشهر الضرائر اللي ممكن تخلق على قايمة البوت مينيو. خلينا بقى سريعا كده نقف الجهاز. ونخش على قايمة البوت مينيو عشان نشوف طريقة اقلاع الفلاشة بتاعتنا. ولكن بس بعتزل عن الخطوة اللي جاية دي هصورها عن طريق الموبايل. فبعتزل لو كانت الصورة تبقى او جوت الصورة تبقى راضيقة شوية. فطبعا محنش عزروني هصور بالموبايل. طبعا زي ما اتفقنا ان اول حاجة بنعملها بنخش على قايمة البوت مينيو عشان نختار الفلاشة بتاعتنا. طبعا نختار اسم الفلاشة بتاعتنا هدلوقتي على قايمة البوت مينيو ودي اسم الفلاشة فبختارها بالشكل ده بيصله على انتر. هيدخلنا على القايمة تاعت الاختيارات ديته عشان نختار الاندرويد بتاعي. فبقوله هنا كدلوقتي انتر. طبعا بنتظر شوية في الخطوة دي الاول مرة طبعا بيعمل اعدادات بتاعته فبتستنى لحد ما بيخلص. مش بتاخد وقت ولكن على حسب امكانيات الجاز بتاعك وعلى حسب سرعة الفلاشة. كمانة بس يكون التصوير واضح. ترزنش في معايا كده العملية الاولانية دي بتاخد شوية وقت ولكن بيبقى اول مرة فقط فدلوقتي انا ممكن اكمل دلوقتي بقيت لخطوات فبقوله دلوقتي عشان يقول دلوقتي ادخل الاسم بتاعك بتدي له الاسم بتاعك كده. وهنا بتختار المنطقة. وبعدين نغطل هنا كده على بروسيد. وقوله هنا اكسبت. خلاص احنا كده شغلنا الاندرويد بتاعنا سواني هو يشتغل معانا ويبدأ يفتح معانا في الصفحة الرئيسية. تمام زيون شايفين كده اشتغل معانا تعالى مص على معلومات النظام بتاعنا. خش على ابا والتابلت. زي ما شايفين معايا هنا اصدار الاندرويد بتاعنا هو اندرويد حداشر. بالشكل ده. تقدر دلوقتي تخش دلوقتي مسلا نضيف حاجة زي الواي فاي. وقوله دلوقتي هنا كده كوننكت. ده نشفي معانا كده هو اعمل كوننكت على الواي فاي بتاعي. فخليني مسلا نتأكد بقى ان هو بيحتفظ بالبقائنات بتاعتنا. فخليني مسلا نغير حاجة زي دي. هنختار مسلا صورة. خلينا نختار خبرات اول لاين. طيب احنا غيرنا الصورة بتاعتنا بالشكل ده. خلينا نروح نعمل عالي التشغيل ونشوف آآ هلها يحتفظ بالبقائنات بتاعتنا ولا لأ? اه كمان لست محتفظ بشبكة الواي فاي اللي احنا تصنع عليها. معنى كده ان اي تغييرات بعملها على النظام هتفضل محتفظ بيها بدون تغيير. اقدر دلوقتي اخش على حاجة زي متجر جوجل. اقدر ان انا اعمل تسجيل دخول عليه. وكمان اقدر اثبت كل التطبيقات بتاعتي اللي انا بفضلها. وتفضل موجودة على الفلاشة. واستخدم نظام الاندرويد بدون تثبيت بدون تعقيد بدون اي مشاكل ممكن تواجهني. طيب كمان في حاجة مهمة قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا. وهي ان احنا ممكن كمان نخش على الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. يعني روحنا على الستارت هنا. وروحنا على الاف اكس دي او تطبيق الاف اكس ده. ده هيدخلنا او هو عبارة عن مدير ملفات اقول هنا انا موافق. اقول هنا كده قلاو. وزيون شايفين معي كده دلوقتي انا قدر اخش على الملفات الخاصة بها اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. يعني دي بيحتفظ بكل التغييرات اللي بيعملها على النظام. اتمنى النظام من نهاردة عجبكم صراحة وعجبني جدا جدا خاصة ان هو برايم او اس لان بفضل نظام جدا جدا في انظمة وخاصة ان هو في اه الماب كاي اللي من خلالها قادر على كل الالعاب من خلال الكيبورد والماوس. وبس كده خلصنا حلقاتنا اللي اتمنى يا رب تكونوا استفدتم منها وما كونش طولت عليكم. اتمنى تقول لي رأيكم في حلقتنا نهاردة من خلال التعليقات. واتمنى دعمينا من خلال اللايك والاشتراك في القناة. اشكركم جدا لمتابعة الحلقة واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.